في ظل استمرار اغلاق الحقول النفطية منذ اكثر من خمسة اشهر من قبل مجموعة موالية لخليفة حفتر كشفت صحيفة والثري جورنال الامريكية ان الولايات المتحدة الامريكية تحقق في عقد خليفة حفتر لصفقة نفط مشبوهة عبر وساطة اماراتية لتمويل حملتها العسكرية على ترابلوس واوضحت الصحيفة في تقرير لها الاربعاء ان شركة شحن بحري مقالها دبي يشتبه في انها تساعد حفتر لتسويق النفط بالبحر المتوسط وذلك نقلا عن مسؤولين امريكيين واوروبيين وليبيين وبحسب صحيفة فان الولايات المتحدة قد بدأت التدقيق في رحلة ربما قام بها حفتر الى كاركاز عاصمة فنزويلا فيما يقول بعض المسؤولين انها محاولة للتوسط في صفقة نفط والوقود اعتبرت الصحيفة هذه التحقيقات جزءا من حملة دولية اوسع تهدف الى وقف مبيعة النفط التي يملكها خليفة حفتر والتي يأمل في تحويلها الى مصدر رئيس لتمويل هجومه الذي يشنه على العاصمة ترابلوس منذ اكثر من عام حيث ذفعت الخسائر خليفة حفتر الى تكثيف الجهود لبيع النفط الليبي كوسيلة لتمويل عمليته حسب التقرير بيع النفط خارج القنوات الشرعية الليبيا ليست الاولى من نوعها التي يقوم بها حفتر فقد كشفت وكالة برومبيرغا الامريكية عن ايقاف البحرية الفرنسية في مايو الماضي ناقلة نفط وهي في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء طبرق ومنعوا السفينة من الوصول الى وجهتها وتركوها في البحر لمدة اسبوع تقريبا ترجمة نانسي قنقر